قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة خليل الدقران أن 141 شهيدا و380 مصابا وصلوا إلى المستشفى خلال يوم واحد وأوضح الدقران أن المستشفى لا يمكنه استعاب هذا العدد الكبير من المصابين لافتا إلى أن المستشفى يعاني نقصا شديدا في المستلزمات الطبية والكوادر وفي اليوم الرابع والأربعين بعد المائتين للعدوان الإسرائيلية على قطاع غزة أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36654 شهيدا و83309 من المصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي